هذه الحلقة من 5 اشياء برعاية الساسين كريد اوديسي الكل متحمس اللعبة ريد ديد ريد ديمشن 2 واحنا حبينا نعطيكم 5 اشياء جديدة في ذي اللعبة راح تبهركم اول شي جديد في الجزء الثاني من ريد ريد ديمشن هو انك تقدر تلعب اللعبة بشكل كامل بمنظور الشخص الاول وهالشي ما كان موجود في الجزء الاول واكيد ما جات هذه الاضافة الا بعد ما شافوا ان الناس عجبتهم في لعبة جي تي اي فاي واكيد راح يكون عندك الخيار في انك تلعبها بهالشكل او تلعبها بتصوير المنظور الثالث اللي متعودين عليه الاضافة الثانية والجديدة على هذه السلسلة هي ان الشخصية الرئيسية يزيد وينقص وزنها وشفنا هالشي من قبل في لعبة جي تي اي سان اندريس وهالمرة رجعوها عشان تضيف وقعية اكثر للعبة وغير الوزن الملابس الان لها تأثير على اللعب يعني لو كان موسم صيف لازم تلبس ملابس خفيفة ولو كان شيته وبرد لازم تلبس ملابس ثقيلة هالشي راح يأثر على لياقة الشخصية ومن اللمسات الحلوة ان شعر الشخصية راح يطول مع الوقت وتقدر تقصه واذا تبي الشعر طويل لازم تنتظره يطول الاسلحة في هالجزء متنوعة بشكل كبير جدا حسب كلام شركة روكستار انه في اكثر من خمسين سلاح وكل سلاح مميز عن غيره وكل سلاح تقدر تعدل عليه الكثير من الخصائص مثلا تقدر انك تزيد دقة التصويب او البعد وقوة الطلقات وكل ما استخدمت السلاح اكثر راح يكون افضل لكن مع الوقت راح يقل اداء السلاح اذا ما اهتميت فيه يعني لازم تنطفه ولا السلاح راح يخرب ويبدأ يعلق معك في هالجزء اهتموا بشكل كبير في الحياة البرية صار فيه تقريبا 200 نوع من الحيوانات من طيور واسماك وغيرها واكيد من ضمن الاشياء الجانبية اللي تقدر تسويها في اللعبة انك تقدر تصيد هذه الحيوانات او تصيد سمك وطيور وطبعا اذا تصدت حيوان تقدر انك تاكل او تستفيد منه في الادوات او تبيعها وللأسماك لازم تختار الطعم المناسب والمكان المناسب لو حاطبت تصيد سمكة معينة كل هذه الاشياء تحتاج صبر وتحاول تصيد اثار الحيوان يعني الصيد راح يكون واقعي بشكل كبير واذا صدت حيوان وما اكلته ولا بعته ولا استفدت منه راح يخرب بعدين ويعفن وكيف ما تكون اللعبة تردد اذا ما فيها احصنة الجزء هذا فيه 19 نوع من الاحصنة وكل نوع له شخصية مختلفة وقدرات مختلفة التفاصيل في اللعبة كثيرة وواضح من الاستعرضات ان فيها واقعية كبيرة يعني مثلا الحصان لما يجي عليه طين لازم تنظفه لان حركته بتصير بطيئة او انك تمر من النهر عشان ينظف واذا شخصيتك جاء عليها طين او دم راح تتغير ردة فعل اللي حولك وبتلاحظ هذا الشي ينعكس لما تكون ملابسك نظيفة ومن اهم القدرات في اللعبة من الجزء الاول ترجع المرة وبيتحسن كبير اللي هي قدرة الديد اي الحين صار لها خمس مستويات وكل ما طورتها صارت افضل يعني مثلا المستوى الاول تقدر تبطأ الوقت ولما توصل للمستوى الثاني تأشر على الاشخاص وتطلق عليهم والمستوى الثالث تقدر تحدد وين تطلق بالضبط وهكذا نتمنى تكون عجبتكم حلقة خمس اشياء هذه ويا شباب دعمكم جدا مهم لنا عطونا لايك اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وان شاء الله تجيكم حلقات اكثر من خمس اشياء ويعطيكم العافية ومع السلامة